أمريكا قادرة على فرض حصار بحري على روسيا في حال الضرورة لمنعها من السيطرة على إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط تهديد أطلقه وزير الداخلية الأمريكي رايان زينكي خلال مشاركته في احتفالية برعاية اتحاد مستهلكي الطاقة في مدينة بيتسبورغ غربية الولايات المتحدة الوزير الأمريكي تفاخر بقوات بلاده البحرية التي وفقا لقوله تضمن بقاء الممرات البحرية العالمية مفتوحة كما تملك القدرة على إغلاقها اللزم الأمر لمنع إمدادات الطاقة الروسية لافتا إلى أن موسكو تمارس سياسة نشطة في الشرق الأوسط في محاولة للسيطرة على إدارة تجارة النفط والغاز في هذه المنطقة كما تفعل في شرق أوروبا وفي إشارة ذات مغزى قال زينكي إن بيع منتجات الطاقة يمثل مصدر الدخل الوحيدة للاقتصاد الروسي مؤكدا أنه لا يفضل اللجوء إلى الحل العسكري لحل الخلافات مع روسيا بشأن إمدادات الطاقة مذكرا في الوقت نفسه بأن الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط والغاز في العالم ولديها القدرة على ممارسة الضغط وإزاحة منتجات الطاقة الروسية عن السوق العالمية في المقابل نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن خبراء إن التصريحات وزير الداخلية الأمريكي تعبر عما وصلت إليه الإدارة الأمريكية من ممارسة علنية للبلطجة تشبه إلى حد كبير سلوك عصابات المافيا مؤكدين أن الأمريكان يعرفون جيدا أن أي خطوة من هذا النوع قد تتحول إلى حرب شاملة خاصة أن الروسيا ليست بالدولة الضعيفة غير القادرة على حماية مصالحها الخارجية وتجارتها ومنتجاتها النفطية توتر العلاقات الأمريكية الروسية في رأي المراقبين ليس مفاجئا فقد وصلت الأمور بين البلدين إلى حافة المواجهة العسكرية في سوريا عدة مرات خلال الشهور الستة الأخيرة ولعل ذلك ما دفع وزير الخارجية الروسي إلى التصريح بأن العلاقات بين واشنطو وموسكو تمر بأسوأ حال عبر تاريخها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر